ترجمة نانسي قنقر تطلع على البيوت بتوعي عن كيفية الفرز من المصدر بعد ما نعمل حملة توعية بيجي الفريق الثاني العمل اللي هو مكون من شباب الموقع منحط مستوعبات تحت كل بناية وبتصير عملية تجميع لهالمفروزات كل تنين وخميس بعد ما نعمل عملية الكلكشن لهالمواد قابلة لإعادة التدوير منجيبها على المستوضعهم ومنبلش نفرزها بعد ما نفرزها ونقصمها لبلاستيك كارتون ورق ماتلز حديد كل شي فينا نقدر نكبسه ونبيعه للمعامل اللي هي بحاجة لهيدي المواد بروغرام المشغل كتير تساعدنا غير انه كان في عنا تدريب على كيف اكتر انغوص بالبزنس بلان والفينانشل بلان هؤلاء أمور كله وكيف نكون عم نتادع والماركتين وكلها لأساس كان في معنى كمان كونسلتان اللي هو الويجي كان معنى ستاب ستاب عم يعطينا جايد لحتى كيف نحنا بدنا نمشي بالبروجيكت والمشغل بالإضافة لشي كتير المهم هو ساعدنا لحتى نحنا نكون عم نقدر نطلب الشرادر يلي هي نحنا بحاجة لقلاه كرمان الفروم البلاستيك يلي هو بيساعدنا حتى نبيع حتى نبيعه بسعر أعلى هاك منصير نقدر ناخد رابينيوز أكتر ونكون عم نجرب نكون ساستينبل أكتر لحتى نتوسع بالديفلوبمنت للبروجيكت تبعنا بكل المنطق بكي بكل طرابلوس تمام عندك بعض الاجتماعي لهاك هي شركة اجتماعية وأول هدف هو تعزيز دور المرأة بالمجتمع لأن المرأة هي اللي عم تهتم بعملية طوعية للفرز من المصدر بعدين عم نخلق سقافة للفرز من المصدر وثالث شي عم نخلق كمان فرص عمل خضرة وعم نعمل نوع من بيس بلدين بين مناطق كانت متنازعة قبل بالنسبة لبعض الاقتصادي للمشروع من ناحية الصناعية المعامل بلبنان جرين تراك بتكون عم بتأمن له مواد أولية تنخفف الاستيراد لهذه المواد كمان بذات الوقت عم نكون عم نشجع عملية تصدير المتلز وهك بيكون جرين تراك عم بيصيب بعض اقتصادي اجتماعي وبيئي بذات الوقت من العالم حبوا الفكرة ولقينا المشروع انو بيتنفس فينا نقدر من نفسه بالعكس انبسطنا كتير بالفكرة وحبينا ناخد منطقة غير منطقتنا يعني كنا كتير بتشجعي لفكرة فقونه منطقتنا نجحنا نحنا قادرين مننجح غير منطقة ونجحنا كمان نجحنا بمنطقة غير منطقتنا نحنا اشتركوا في القناة